ومن نجاح لنجاح ومن دائما النادي الأهلي هو الناجح في كل شيء الحقيقة وزي ما بقول لحضراتكم النجاح جديد لإدارة الإعلام في النادي الأهلي برئاسة الأستاذ جمال جبر مدير الإعلام وتعاون مشترك مع نادي منشستر سيتي الإنجليزي على مستوى سوشال ميديا الحقيقة قبل مشوار النادي الأهلي في كأس العالم للأندية اللي هتبقى في السعودية الحقيقة يظل دائما النادي الأهلي في نجاحاته وفي كل المنظومة سواء المنظومة الإعلامية كل المنظومة الحقيقة داخل النادي الأهلي هي منظومة رائعة تستحق مننا كل تقدير وكل احترام حاجة جميلة جدا جدا أن تجد بعض الفيديوهات الواضحة الحقيقة على السوشال ميديا كابتن هاني وتخص هذا الأمر ما في الشك نجاح كبير جدا جدا وتواصل نجاح على مستوى الإعلام وزي ما اتكلمنا النادي الأهلي في جميع المجالات بيسبق الجميع ولما بنقول النادي الأهلي في حتة تانية الحقيقة دي مقولة على حق النادي الأهلي من خلال طبعا الإعلام والتواصل الابتماعي والسوشال ميديا الحقيقة بقى لها دور كبير جدا جدا مع الأندية العالمية في عملية الماركتين والتسويق وخطوة جديدة مش هنقول جديدة خطوة من خطوات النجاح للنادي الأهلي كان فيه شراقة يمكن السنة اللي فاتت مع نادي كبير زي ريا المدريد النهاردة كمان يا اسلام فيه شراقة على السوشال ميديا مما بين الإعلام النادي الأهلي وإعلام منشستر سيتي وبالتالي زي ما بقولك يعني أوكاس العالم للأندية مش بس مباراة قرر القدم أوكاس تكلمت في أن بانك صح ده عنده حاجات كثيرة جدا ونواحي يعني إيجابية كثيرة جدا برا المستطيل الأخضر الحمية طبعا المستطيل الأخضر لكن كمان على مستوى السوشال ميديا على مستوى الماركتين على مستوى التسويق الحقيقة الأستاذ جمال جابر بيقوم وهو والشباب اللي معاه بيقوموا بعمل كبير جدا جدا وأنه بيتعامل مع نادي عالمي زي المان سيتي زي ما اتعامل قبل كده في شراكة مع ريال مدريد ده دايما بيقول إن النادي الأهلي في حتى تانية سواء على المستوى الفني على المستوى البطولات أو حتى على مستوى الماركتين والسوشيال ميديا حاجات مهمة جدا حاجات مهمة جدا الناس مش هتاخد بالا منها غير خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها دي في المناسبة زي ما تعاملنا مع منشستر سيتي وإدارة الإعلام تعاملت مع منشستر سيتي وعملت هذا الفيديو اللي حنتفرج عليه بعد شوية أيضا تعاملت مع نادي باير نميونخ لو تتذكر صحيح الإعلام في النادي الأهلي والأستاذ جمال جابر وأيضا مع منظومة الإعلام في منشستر سيتي نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر